اهلا وسهلا معي في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نجيبكم واحد المطعم في المضيق يعني هو في الطريق ديال المضيق ما بعيدش على المضيق بزاف تقريبا شي نقلكم شي ثلاثة كيلومتر خاك على المضيق وكيتواجد بالقرب من الشركة ديال الحليب المعروفة في المضيق هيا هي هي دي الشركة وقريب الايكيا يعني فرانبوان لي كطلعكم الايكيا ايكيا ديال كابو هنا كيف كتشوفو هاد المطعم را كيتواجد حدا المحطة ديال بنزين اللي كاينة ورا هو جعل الطريق كيف كتشوفو هاد المحطة ديال البنزين وحداه را كيتواجد المطعم ديال زومرودا افيليل هنا غادي نوريكم الموني ديالهم اشتركوا هاد المحطة ديالهم اشتركوا هاد المحطة ديالهم اشتركوا هاد المنزل هاد المطعم ديالهم مجهز بكل ما هو انتيكا كيف كتشوفو بحال دخلتوا الواحد البازاغ رائع جدا يعني هاد الشخص هادا كيحمق على الراديوات وكيجمعهم يعني رائع دك شي عندو بزاف وعاد على الجدار كيف كتشوفو كيعلق هاد الصور ديال الفنانين وديال الناس الشخصيات اللي كيزورو كيحافظ على صور ديالهم بحالك دا وعاد عندو هاد الصالون هادا كيف كتشوفو معدلو بكيف كتشوفو براية ديال خوتنا الفلسطينيين والراية المغربية شوفووا لي هاد الصوينية وهاد اللي توغن ديسك اللي عندو هنا يعني هاد شي ما بقيناش كنشوفو هاد الشي راه مبقاش هاد الشي راه مبقاش هاد الشي راه نقارض كيف كتشوفو هاد الشي كله تعوض بلي كلي تعوض بزاف الاشياء ما بقيناش كنشوفو هاد هاد اللي توغن ديس كانتو مع الراديو قديم بزاف يعني هاد الشي فعلا جد رائع ولكن انا كان صعب علي شوية صوير لان مكانو الناس قلسين ما قدرتش نصور بزاف هنا مني تدخلو رجعو للماكلة هنا طلبنا واحد لصالات وكيجبو لكم هاد الروز هاد ماشي روز هاد بايلا كيقدموها لكم مع مصحوبة مع الاكل لكم يعني ماشي ما كتتخلش يعني داخل مع الموني هنا جيتم صغور لكم انواع الحوت والسماك اللي عندهم هانتوما هانتوما ذاكش تريع عندهم رائع يعني انتوما كتختاروا اللي بغيتو هانتوما البلاديل هادي فخيتوغ غرييه هنا بغينا لفخيتوغ غريه كتتقدم على هالطريقة اللي اعطيهم صحاز عمالي شاف فعل انكشي عندهم ملديد او رائع هنا كيف قدت لكم اخذيت لكم جولة و باش شوفوا انواع الاسماك اللي عندهم اخذيت لكم جولة ها هو الموني دينا كيف قدت لكم اخذي نحن هاد الاسالاد فغييه و هما تجيبو لكم البايلة ومن بعد جابونا الحوت دينا هانتوما كيف اجدير طريق الديد رائع جدا لان كتعرفوا انكم مني كتجيو المضيق لأكترية كيمشي يكل في المرصا ارا معروفة البلاديل المرصا كتتاخذوا في الحوت غرييه ولا كتاخذوا شوية وكان حتى كوكو دريو هذا كان ريسطورا معروفة بالحوت يعني كان بزيب لأماكن لكم تاخذوا في الحوت ولكن هذا البلاديل المرصا والحوت لديه منقية وزوين و المطعم جدا لانه قدت لكم بحالة داخلين تحفة فنية عريقة و رائعة جدا وكان هذا هو البلاديل هذا تقريبا لفخيتيوغ ميات درهم عندهم هنا كيف شفتوها فخيتيوغ درهم هنا تبارك الله شوفوا فخيتيوغ درهم واخذينا لسالات وزادونا هما كيف قدت لكم هذه البلاديل يعني داخلها مع الموني فخيتيوغ درهم واخذينا لدينا واخذينا لدك ايضا لدينا فخيتيوغ درهم اهوه واخذينا لدينا فخيتيوغ درهم هذا هو الغذاء وكانت من نفس المضيق ومع الطعام المنطقة هي لكاليتي لأن الإنسان يعطي الفلوس دياله ولكن يبغي يكون في البلاسة نقية ويبغي ذلك الشيء الذي يمشى لو ديته يكون فعلا زوين كانت من الفيديو يكون خفيف عليكم ولجيت المضيق جيوا لهذا المطعم ديال زمرو داء في ليل لأنني أنا نصحوني به الناس وحتى أنا جربتوا وفعلا بغافوا عليهم الناس كيستحقوا أننا نصفقوا عليهم وتنشجعوهم ومن هنا تنقل لكم إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة